شقاً وطويلاً أمام هذا القطاع للقيام بدوره كقاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية حيث يبقى السؤال الملح الذي يطرح نفسه لماذا لا تستطيع فئات من شبابنا تحقيق تطلعاتها المشروعة عن المستوى المهني والمادي والاجتماعي إن قطاع التعليم يواجه عدة سعوبات ومشاكل خاصة بسبب اعتماد بعض البرامج والمناهج التعليمية التي لا تتلأم مع متطلبات سوق الشغل فضلاً لاختلالات الناجمة عن تغيير لغة التدريس في المواد العلمية من العربية في المستوى الابتدائي والثانوي إلى بعض اللغات الأجنبية في التخصصات التقنية والتعليم العالي وهو ما يقتضي تأهيل التلميذ أو الطالب على المستوى اللغوي لتسهيل متابعته للتكوين الذي يتلقاه غير أن ما يبعث على الارتياح ما تم تحقيقه نتائج إيجابية في مياد تكوين المهني والتقني والصناعة التقليدية وهي مجالات توفر تكويناً متخصص سواء للحاصلين على شهادة البكالورية أو الذين لم يحصلوا عليها وذلك على مدى سنتين أربع سنوات يخول لحامل الشهادات فرصاً أوفر للولوج المباشر والسريع للشغل والاندماج في الحياة المهنية وذلك مقارنة بخريج بعض المسالك الجامعية التي رغم الجهود المحمودة التي تبدلها أطرها لا ينبغي أن تشكل مصنعاً لتخريج العاطلين لا سيما في بعض التخصصات المتجاوزة كما ينبغي تأزيز هذا التكوين بحسن استثمار الميزة التي يتحل بها المواطن المغربي وهي ميوله الطبيعي للانفتاح وحبه للتعرف على الثقافات واللغات الأجنبية وذلك من خلال تشجيعه على تألمها وإتقانها إلى جانب اللغات الرسمية التي ينص عليها الدستور لاستكمال تأهيله وسقل معارفه وتمكينه من الأمل في المهن الجديدة للمغرب التي تعرف خصاصاً كبيراً في اليد لآملة المؤهلة كصناعة السيارات ومراكز الاستقبال وتلك المرتبطة بصناعة الطائرات وغيرها وعلى غرار هذه المهن والخدمات والمدارس والمعاهد العليا للتدير والتسير والهندسة فإنه يتعين إلى المزيد من الدعم والتشجيع لقطاع التكوين المهني ورد الاعتبار للحرف اليدوية والمهن التقنية بمفهومها الشامل والاعتزاز بممارستها وإتقانها عملاً بجوهر حديث جدنا المصطفى عليه الصلاة والسلام ما أكل أحد قط طعاماً خيراً من أن يأكل من عمل يده وكذا اعتباراً للمكان المتميزة التي أصبحت تحتلها في سوق الشغل كمصدر هام للرزق والعيش الكريم وهو ما جعل العديد من الأوروبيين يتوافدون على المغرب للعمل في هذا القطاع الوائد بل أصبحوا ينافسون اليد العامل المغربية في هذه المهن شابية العزيز إن الوضع الراهن لقطاع التربية والتكوين يقتدي إجراء وقفة موضوعية معدات لتقييم المنجزات وتحديد مكان الدعف والاختلالات وهنا يجدر التذكير بأهمية الميثاق الوطني للتربية والتكوين الذي تم اعتماده في إطار مقاربة وطنية تشاركية واسعة موسيقى